بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بنتيج مع الترمينال علوم تجربية وتقنية رياضي ورياضي اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز دراسة دالة جذرية شاملة أو دالة صمار حيث جبت لكم اليوم دالة روعة ما أنصحكم أنكم تحاولوا في المسألة وحدكم ثم تقارنوا مع الحل وتحاولوا تركزوا مليح مليح لماذا؟ لأن اليوم رح نتحدث عن المعادلة والمتراجحة الصمار فيها نوع من الصعوبة لهذا نوستيولا دي لازم لكم تكملوا هذا الفيديو على بري ليكملوا بإذن الله رح يقضي على مشكلة الجذور أو الدول الجذرية حيث وش قال قال F دالة عددية معرفة بالعبارة F لX زايد 1 زايد جذر X مربع زايد 4X سؤال الأول قال عين جمعة تعريف الدالة هي DF ثم أدرس قابلية اشتقاق الدالة عند العددين 0 وناقص 4 ثم فسر ذلك هندسيا ثم قال أحسب نهاية عند الناقص من يوفسر ذلك بيانيا ثم أحسب النهاية عند زايد من النهاية هنا ما قلناش فسر بيانيا ثم رابعا قال بين أن المستقيم دالتا ذو المعادلة Y2XZ3 مقارب مائل لمن ثم أدرس وضعية المنحنة بنسبة لها المستقيم ثم خامسا قال أدرس اتجاه تغيير الدالة F ثم أشكل جذور تغيرتها ثم أرسم دالتا وسي F ثم ناقص بيان حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول المعادلة F لX سيونة 2 أم زايد 1 دالة كما تقول أن تشبه بروعة لكن تحتاج للتركيز ننطلق أول شيء وهو 1 تعيين DF وش تقول القاعدة ولدي إذا كانت عندي دالة جذرية فإن مجموعة التعريف حتى يكون لها معنى هذا العبارة لازم ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي 0 يعني DF بحيث X مربع زائد 4X يكون أكبر أو يساوي 0 ليس أكبر تماما لأن عندنا جذر السفر موجود صحة لحل هذه هنا أولادي نقدروا هذه X مربع زائد 4X نقدروا نخرجوا X عن وشترك تصبحنا X في X زائد 4 نروح ندير واش جدول الإشارة نتعها العبارة لو نجي هنا وندير جدول الإشارة هنا X هنا X من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية عندنا تنعدمنا هذا العبارة تنعدمنا عند الصفر نفس عكس نجو لأننا نحاول إشارة هذا الجود أذرك X زائد 4 تنعدمنا عند ناقص 4 كالي يقول عليه X زائد 4 يساوي 0 نبدو هذا من أصبحنا X يساوينا ناقص 4 نفس عكس هكذا ثم عندنا X مربع زائد 4X هذا في ذا يعطينا هذا بعدها هذا ينزل يخلي زايد وهذا لما نزل يلقى ناقص هذا ينزل فقط أما الإعدام يحدث هنا وهنا ندير الآن حرب الإشارات شوفوا أولادي إشارة هذا من إشارة ذا في ذا هذا في ذا زايد وهذا في ذا ناقص وهذا في ذا زايد شكول لي يقولي الآن ما هي مجموعة التعريف الجيد القرنية يبحث عن القيم المجابة فإن مجموعة التعريف هي من ناقص 4 من ناقص ما لنها ناقص 4 اتحاد من صفر زايد ما لنهاية هذا أمكان أولادي إذن D F تساوينا من ناقص ما لنهاية ناقص 4 مغلقة اتحاد من الصفر إلى زايد ما لنهاية كيلي يقول لي على مغلق أن قناء أكبر أو يساوي لما أو يساوي معناه يدخل معهم القيمة التي تعدم هذه باش تتعلمون الفكرة صح هذه مجموعة التعريف التالي نجو الآن إلى أدرس قابلية اشتقاق الدالة F ثانيا دراسة قابلية اشتقاق الدالة F عند أولا عند العدد سفر بقيم كبرى كيلي يقول لي عليها أستر بقيم كبرى أن هاو السفر من جموعة التعريف هي في ذا الجهة مكاش قيم صغراء قيم صغراء منا مكاشها أي سالب إذن منا والرحل هكذا صح أروحي ولكن واحد يقول يا أستر لكن عند الصفر إيه عند الصفر لكن بما أن منا مكاش بجموعة التعريف هي منا نتحدث وغي على الصفر بقيم كبرى صباح لي لميت F لإكس ناقص F لصفر على إكس ناقص صفر لما إكس يقول إلى صفر بقيم كبرى لأني عود شرحت لأن الدالرة معرفة منا الفوق صحا صباحنا تساوي لميت F لإكس هاي وينا هي إكس زايد واحد زايد جذر إكس موربع زايد أربعة إكس ناقص F لصفر صفر 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 تبقى لنا واحد سبقنا ترجعنا هنا ناقص واحد هكذا على إكس لما إكس يقول إلى الصفر بقيم كبرى تبعوا الله يفتع عليكم هاي F لإكس ناقص F لصفر عوضوا في الدلة بصفر عندنا أولا هذا مع هذا دي جا هاوراح خلاص هاوراح هنا عندنا قدر نفركته هذا نديره واحده وهذا واحده إلا كانت عندي عبارة A زايد B الكل على C فإنها تسوينا A على C زايد B على C هذا خواص القصور يعني شاك صباحنا أولادي صباحنا ليميت هذا على ذا إكس على إكس هو واحد زايد جذر إكس موربع زايد أربعة إكس على إكس لما الإكس يقول إلى الصفر بقيم كبرى درت ذا على ذا وذا على ذا صح واش عليكم لو كان نعاود ونعاود نصيب صفر على صفر حالة عدم التعييد دايما الأمر كنسبوا قضية متعلقة بالجذور نفكروا فيه واش في المرافقة نعاودوا هذا ذلك نضربوا نضربوا منه في جذر إكس موربع زايد أربعة إكس ومنه في نفس العبر اللي هو إكس موربع زايد أربعة إكس شاك دلتها أستاذ نضرب هذا في نفسه وباها يروح الجذر قاعدة تقول إذا ضربت لازم تقسم هذه خواص الرياضية كي تضرب لازم تقسم جذر آ في جذر آ وش يساوي يساوينا آ أي عدد تحت الجذر ونعاود ونضربه فيه نفسه يروح الجذر صباح تساوينا بميت واحد زايد إكس موربع زايد أربعة إكس على إكس في جذر إكس موربع زايد أربعة إكس رأينا يدرت هاتذن أجمعه باها منحي حالات عدم تعيين اللي كانت صفر على صفر شوفوا نحو مننا إكس ومننا إكس شا صباح لكم نقصوا مننا إكس ومننا إكس صباح لكم هاكذا نحو مننا إكس ونحو مننا إكس ها شوفوا لدي وش رح يصبح صباحنا هذا يروح مع هذا ها وراح لما قلنا إكس يروح للصفر بقيم كبه خلاص لأنه طريقة أنه اختزلنا بعد ما اختزلنا أروح وطرقها نعوضه بشعال بالعدد صفر موجبه قلت صفر موجب شوفوا وش تصبح صباح لنا واحد زايد صفر زايد ربعة هي ربعة أعلى هنا لحبكم تركزوا هنا صفر وهنا صفر يعني جذر صفر شعال ولكن وش من صفر موجب وليس صفر سالي بروح ها هو لدي صفر بقيم كبرى شوفوا الإشارة تعدى العبارة هنا لداخله هنا شرطاتنا يعني صباح لنا هكذا على جذر صفر زايد لكن جذر صفر زايد في الرياضية الشعال هو صفر زايد ها باش تعلنوا الفكرة نجيب صفر زايد ما الطابلو هذا ها هي وين هذه القيمة هي زايد معنا صفر زايد عدد على صفر هو ما لا نهاية حرب الإشارة الزايد في الزايد يعطيني زايد ها يخرج هذه الفكرة كيف تخرج ضربت في الجذر وضربت في الجذر باها تروح لي حالات عدم التعيين هل هذا العدد للقناة عدد منتهي يعني خمسة ستة أصيفة ربعة ناقص لا ثلاغ هو ملنية ملنية عدد غير معروف القيمة نقول نقول أدال أف غير قابلة لالاشتقاق عند العدد سفر بقيام كبرى أو من اليمين نقول بقيام كبرى أو عند عند العدد سفر واش ميناء اليمين هكذا تكتبوا لدي بتعلموا الفكرة إما نقول الصفر بقيام كبرى هذا كلام ولو عند صفر ولكن بقيام ب ميناء اليمين فسر هندسيا التفسير الهندسي لما نسمع كلمة فسر هندسيا بما نكثر الكلام في هذا الموضوع نقول منحنى الدالة منحنى الدالة هر صح منحنى الدالة تعني شكرا هو نافذ التمرين هو سي أف نقول سي أف يعني قصد تفسير الهندسي يقبل نصف نصف مماس عمودي أو شقولي أو موزلي حامل ترتيب مع دالته X يساوي أنه عند العدد اللي كنا نحسبه عنده هاي لكم لما نصيبه مالا نهاية ويدالة ما تقبلش والمنحنى بل هيك تقول يويدالة لا يقول لي والمنحنى يقبل نصف مماس لو تقول يويدالة هذه كلام غالب أصلا ما عليش أساس رياضية صح نجو الآن إلى دراسة الاشتقاقية الآن با عند العدد ناقص ربعة واش من اليسار أو بقيم صغرى نقول من اليسار أو بقيم صغرى كلاهما صار هل نتحدث نتحدث نحن لنطبق نفس القاعدة لمت ف ل اكس ناقص ف ل ناقص ربعة على اكس ناقص ونناقص زايد ربعة لما اكس يقول الناقص 4 بقيم صغرى لأن الدلت تعالي معرف ما الربعة من ناقص ربعة ورجعوا لهاك هذا قلت لكم تمرين يعني روعة صح صباحنا واش صباحنا تساوي للميت افلي اكس هي اكس زايد واحد زايد جذر اكس مربعة زايد اربعة اكس ناقص روح نحسب ناقص ربعة هنا تعطيني سفر ناقص ربعة زايد واحد تعطيني ناقص شعال ناقص الثلاثة هاي علي اكس زايد اربعة لما الاكس يقول الى ناقص اربعة بقيم صغر هذا هذا ما هذا شعال يعطي لي لو نبدأ نشوف اذا نقلنا ناقص ربعة هاي عفوا ناقص ناقص ربعة زايد واحد هي كما لكم تشوفوا نكمل نقطة نقطة اذا نتصباح زايد ثلاثة عليها استاب شوفوا معايا هنا تعطيني ناقص ربعة زايد واحد ناقص ثلاثة والناقص على القانون زايد ثلاثة هذا معاذ اشعال ترجع لكم ترجع لنا ربعة هاي على اكس زايد زايد اربعة لما اكس يقول الى ناقص اربعة بقيم صغر هذا اكيد رقم تشوفوا فيها كامل واحد وهنا نفس القاعدة لو نعوذ بالناقص الربع نصب صفر على صفر نفس القاعدة نضرب من نا في جيد اكس مربع زايد اربعة اكس ومن نا في جيد اكس مربع زايد اربعة اكس اكيد وش رئيس رولادي بالاقل ما تقلقوا مول انه هذا يروح مع هذا وبعد نكتبها كدير ان الجيد دائما قلنا كين نضرب فيه نفس يروح صح نخرج من نا اكس عامل مشترك ها ترجع لي ها كده كمرا كم تشوف فيها بما انا راه في ها راح شوش يبقى لكم ها شوفوا لدي شوفوا قدام عينكم وش راح يبقى نا ها ركزوا كي ما در نا قلنا واحد زي بار هنعوض بنا قص ربعة هاي نا قص ربعة عال جذر هناك نعوض بنا قص ربعة نصيب صفر ولكن صفر واش صفر موج أرواح ها هو الطابل التاعي هاي اكس مربع زايد ربعة اكس بقيم صغر شوفوا شعطاتكم قدنا زايد جذر صفر زايد هو صفر زايد عدد على مالان هي حرب الإشارة الناقص بالزايد تعطيني ناقص نقول ومن الناقص عند العدد ناقص أربعة من اليسار من ناقص ما تقبلش الاشتقاق من اليسار التفسير الهندسي نفس السيناريو سي آف يقبل نصف مماس مع دلته اكس يسوينا ناقص أربعة يقبل نصف مماس عمودي هنا هنا يجيكم كلمة عمودي مع دلته اكس يسوينا ناقص أربعة هذه هي رحنا نعود نقول الصفر بقيم صغر ما يش معرفة ونقص ربعة بقيم كبر ما يش معرفة يعني ما نحن درس على نقال اشتقي خليل ما تنقبلش لنقدر عند الصفر بقيم شوية هك وعند ناقص ربعة بشوية هك هذه هي فهنا جاوبنا على هذ السؤالين الرائعين وعاوده وحدكم فيها شاطرين بعدما أنهينا من هذا السؤال الرائع نجو الآن إلى ثالثا ننطلق الآن وهو حساب النهاية وهي limit f لx لما x يروح للناقص ما لنهاية تساوي limit x زايد 1 زايد جذر x مربع زايد 4x لما x يروح للناقص ما لنهاية قبل ما نقول حالة عدم تعيد نعوض ونشوف هنا تعطي لي ناقص ما لنهاية هنا في الدالة الجذرية لما تكون داخلها كثير حدود عوضوا غفر الكبير فقط عوضوا في هذا ناقص مربع هي زايد مربع جذر زايد مربع زايد مربع تعطي هنا زايد مربع يا أولادي وهنا ناقص مربع حالة عدم تعيد لأن جمع بيناتهم هذه مع هذه هي حالة عدم تعيد أما هذه في هذه لا لما حالة عدم تعيد فلفل لا الجمع نعم نكمل ولكن القاعدة لما نصيب حالة دم تعيد في دلة جذرية لا يفكر مرافق خال الكلام ما قال له دل مرافق له وليميد إكس زايد واحد زايد جذر المرافق تعنا أكيد هو إكس زايد واحد ناقص هذا هو المرافق لكن الرياضيات من نوع تضرب برك لازم تقص من نوع تضرب في الرياضيات فقط إكس مربع زايد لما الإكس يروح للناقص ما لا نهاية متطابقة شاهرة A زايد B في A ناقص B يساوي أنها مربع الأول ناقص مربع الثاني ليميد ها كده مربع الأول الثاني يربعه الجذر بتاعه شي يصراره ويروح على إكس زايد واحد ناقص جذر إكس لما الإكس يروح للناقص ما لا نهاية أروح أولادي هنا نشرغ بشوية ما تقلق مولو للميت مربع الأول ضع في الجداء زايد الثاني ندخل على ذي ناقص ناقص إكس مربع ناقص أربع إكس عالى إكس زايد واحد ناقص هكذا لما الإكس يروح للناقص ما لا نهاية هنا أخل عليهم جينة هذه تروح مع هذه وهذا مع هذا يعطينا ناقص إكس اللي كان هنا ولك زايد واحد ما عنده شوية نروح نعاود نعاود نصيب ثان حالة عدم تعين ما زالت السنة شوفوا معايا ما لا نهاية ما لا نهاية وش ندير نعاود نجيل لداخل نخرج إكس مربع مشترك صحيح نحب ترزو لابتكم ثماني هروا صباح للميت ناقص ثنين إكس زايد واحد على إكس زايد واحد زايد إكس مربع في خرجوا إكس مربع المشترك قالي واحد زايد هذا عنده إكس ونحن نخرج إكس مربع خلف له واحد في المقام التاع أربعة لأ إسكالي قال ما فهم شنقول عاود شرط فهم ذا في ذا يعطينا ذا وذا في ذا هذا لازم لذلك وش يدير عفوا هنا عندي ناقص هذا ذلك يخرج عندك مقاعدة قليلة هل إيا إكس مربع لما يخرج بالجذر يخرج بالقيمة المطلقة إما يساوي أو يساوي يساوي إنا إكس إذا كان إكس رايح جهة الزايد مال النهاية ويساوي إنا ناقص إكس إذا كان جهة ناقص مالنهاية سما هذا ذلك يخرج ها وخرج شوفوا معايا يخرج بالقيمة مطلقة لكن نحن بجوار ناقص مالنهاية يخرج بالناقص يخرج لكم ناقص هذا يجيب ناقص وكين هنا ناقص شا تصبح هذا جاب ناقص وها أولقى بر معه ناقص تبير يصبح لكم زيد صحيح لما الاكس يروح للناقص مالنهاية نخرج اكس مننا عن مشترك ومننا عن مشترك خرج مننا اكس عن مشترك نديرو هكذا هذا يروح وهذا نخلف له في المقام التاع وها عاود ونشر ونصيب نفس الكلام نجول هذا نحن اكس مننا عن مشترك وش يبقى هنا يبقى هنا واحد هذا ما عندوش اكس نقص على اكس وهذا خرجناه عامل مشترك هكذا يقول لي هنا خرجناه خلاص شوفوا اجمع هذا مع هذا يروح هذا عدد علماء لنهاية عدد علماء لنهاية عدد علماء لنهاية يروح دائما للزير وشوفوا وش بقى هنا اجمع ما تقلق ما الفوق تبقى لي ناقص اثنين جذر واحد هو واحد ونزيد واحد اثنين ناقص اثنين على اثنين تساوي لنا ناقص واحد حان نلقينا النهاية التعلم بطريقة ذاكية ما تتقلق مول حسبنا عند المال النهاية نلقينا عدد ثابت نقول تفسير الهندسي تفسير الهندسي نقول CF لان المنحة لا يسموه CF يقبل مستقيما مقاربا أفوقيا أو موازن حامل محور فواصل معادلته Y يسوي هذا العدد للقناة دائما لما نحسب النهاية عند المال ننصيبها عدد نقول هنا كيمستقيم مقارب أفوقي عند نحن عند نحسب عند ناقص ما لا نهاية نحتاج هذه عند ناقص وعند الزيد نحتاج ها في الرسم بعد بعد ما أنهينا الآن من هذا السؤال راحين اتطرقو للسؤال الذي بعدها قال لي احسب لي للميت لما 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 يروح للزيد ما لا نهاية شوفوا معي أولادي وتبعوا عند الزيد ما لا نهاية ما قال والو قال حسب وسكت هنا تعطي لي زيد ما لا نهاية وهنا يدل كثير حدد نعوذ في الكبير زيد ما لا نهاية جذر ما لا نهاية ما لا نهاية زيد ما لا نهاية وزيد ما لا نهاية ما sexuality تعطينا زيد ما لا نهاية بحر زيد بحر يعطينا بحر بحر ما كان рал بالطريقة المنفق وكملنا الحساب وهذه نوصيكم ذلك عاودوها وحدكم يا شاطرين عاودوها تشوف وحاولوا بتتعلموا تجيبوها صحيحة صح بعدها نجو الآن إلى رابعا البرهان النداغة مستقيم مقارب مائل ليسي أف بيكون عنا مستقيم مقارب ما إلا أعطونا المعادلة التعو إليق النهاية يشعل تسوي نهاية الفرق صف معناها لازم نصيبه limit F لX ناقص Y لما الـ X وين يروح آه كالي يقول هنا وين يروح أستاذ للناقص ولا لزيد منانية يجمع أسروا حكم عند الناقص منانية خلاص بنا مستقيم هاي المعادلة التعو كل جهة مستحيل كين جهة نبقوا عندها زوج مستقيمة مقاربة إما عندها واحد إما ما عندها هذه الداتو شكون الداتو ناقص منانية اللي يبقى هذا درق أوتوماتيكي كل زيد منانية ما تقول ليش ما نشعارف أنه خلاص هذا الداتو هاي وين الداتو درق هذا اللي قعد يبقى دائما للزيد منانية لأنه في كل جهة كين إما مستقيم أو مقش وكش زوج صباحنا نساوي للميت X زايد واحد زايد جذر X مور ربع زايد 4X ناقص ناقص 2X ناقص 3 لما الـ X دائما ما زال إلى الشتوني سي ترى نقص لعند زايد ما لنهاية صحة هذا معاذا يعطينا ناقص وهذا معاذا يعطينا ناقص 2 هاي لكم هكذا لو نعود تعويض مباشر عند زايد ما تعطي لي زايد ما إلى نهاية وهنا ناقص ما إلى نهاية حالة عدم التعيي رايحين نفوت لك ما المرافق صباحنا للميت X مربع زايد 4X تحت الجذر ناقص X زايد 2 ستنشر كدير خرجت الناقص هنا عن المشترك باتكون الأمور واضحة ها المرافق تعنا هو نعكس الإشارة هنا X مربع زايد 4X زايد X زايد 2 هكذا الكل على جذر X مربع زايد 4X زايد X زايد 2 لما X يروح للزايد مالا نهاية المرافق معناها في ذا الحال حين تستعمل متطابقة شهاية رقمة 3 A مربع ناقص بمربع تصبحنا limit X مربع زايد 4X على هذا مربع يطير لو ذا يطير ناقص هذا مربع تصبح لكم العملية هكذا هذا يتروح وهذا يصبحك هذا كنا الربع ونشره بصبحنا مربع الأول زايد ضعف الجداء زايد مربع الثاني والنقص اللي ره برق يبدل كل الكل على جيف X مربع زايد 4X زايد X زايد 2 لما X يروح للزايد ما لنهاية هذا مع هذا وهذا مع هذا حساب الآن نشوف وش عم نصيب أروح جولت هنا عوض في الكبير زايد ما لنهاية وعوض هنا زايد ما لنهاية ناقص ربع ما لنهاية صفح كمل عايد ما فهمتش أستاذ عوض هنا غف كثير الحدود عوض في كبير جذر زايد ما لنهاية زايد ملانية ونزيد له زايد ملانية زايد ملانية ناقص ربع على زايد ملانية تعطينا صفر ومنه ضال مستقيم مقارب مائل لي سي آف عند الزايد ملانية ها ناقص ملانية ذات التحق والزايد ملانية ذات التحق إداء ترقسم الآن وضعية سي آف بالنسبة إلى دالتا ها هو السؤال الوضعية أولادي بناتي هي ندرس إشارة واش إشارة الفرق ندرس ندرس إشارة آف لإكس ناقص إجريك بس حسن عملي على دي أف ونكتبها بالأحمر دي أف من ناقص ملانية ناقص ربعة إتحاد من صفر زي الملانية هذه نحتاجها مليح مليح هنا يا أولادي نحبكم تركزوا معي عشرة على عشرة وإلا مستحيل قد تفهموا هذا الوضعية بسكرة حين نتحق نحضروا معاما مع العبارات الصمى أو المعنى عن تراجيحات الصمى نتابعوا معي نقطة نقطة أيضا نكملوا الآن مع الوضعية قلنا ندرسوا إشارة الفرق فرقة تعنا ويره ها هونا أف لإكس ناقص إجراج ويسوينا ذقينا أف لإكس ناقص إجراج القناة تسوينا جذر إكس مربع زي أربعة إكس ناقص إكس زي الثنين ها هونا تابعوا معي نقطة نقطة لكن لو ما تركش مستحيل تقدر تفهم تابعوا معي هنا يا أولادي أقوله واحد أو ألف إذا كان شكونا ناقص إكس زي الثنين موجب تخيلوا أنه كان يكون عندنا هذا ليس هذا بلا ما تقول لي حاجة أي تحت الجذر باين بللي رأي موجبة هذا ما تناقشو شمع يبقى أن المشكل فيه هذا هو لاحظ لنا إشكال لو يكون هذا موجب وهذا موجب الفرق كيف يكون الأولاد الفرق أكيد يكون موجب هذا موجب وهذا موجب الفرق التاعي يكون موجب صاح درك خلاص الفرق موجب يبقى أن درك ويرها المشكل نكملوا مع هذه الكلمة هذه اللي شوية لازم إذن هذه حالة الأولى إذا كان هذا بليس وهذا بليس نسمى الفرق التاعي صاح F لأكس ناقص إجراء قيمة موجب نكمل وضرك مع هذا نضربوا هذه في ناقص بنا نتخلصوا من ناقص هذا صبحنا أي إكس زايد ثنين سلب ها هو ناقص نضربه في السلب في السلب يدور صاح نرجع هذا من صبح لأكس أقل من ناقص ثنين الآن روح نديرو الآن تقاطع المجالات وشوفوا قدامكم مع أيامنا هاي مجموعة التعريف ناقص ربعة وصفر مجموعة التعريف التاعي هاي وين هاي ونصف ترتاب لحمر هذي مجموعة التعريف التاعي نجور كل المجال اللي تحصلنا عليه إكس صغير علاما على ناقص ثنين هاي وين الناقص ثنين الإكس أصغر ديرو تشوف تقاطع هذا التقاطع مع هذا وش يعطينا يعطينا أي إكس أصغر أو يسوينا ناقص أربعة ما فهمت يا أستاذ كملوا مع هذا المتراجحة لما تكملوا مع المتراجحة يصبح إكس أقل أو يسوينا ناقص ثنين الآن نرجع إلى كلمة مع دي أف الدي أف التاعي هاي إكس صغير علاما ناقص ثنين ومجموعة التعريف التي تعدل جيهة خرجتنا من ناقص ماين ناقص ربعة تقاطع ويرها وين التقاطع إذا لما يكون إكس أقل أو يسوينا ناقص ربعة فإن سي أف يقع فوق دالتا علاها فوق أن هذا بليس وهذا بليس لما إكس يكون أقل أو يسوينا ناقص ربعة هذه الحالة الأولى إذا كان هذا الفرق التاعي موجب نجو الآن إلى الحالبة ركزوا تشوفوا الأدماء الحالبة إذا كان هذا القيمة الآن خرجتنا سالبة إذا كان ناقص إكس زي دي أثنين قيماتهم كيف هي لما تكون سالبة ما حبكم تركزوا هذا موجب أوتوماتيك وهذا سالب لا يمكن معرفة الإشارة إذا كان موجب مع سالب واش نروح ندير نضرب في المرافق شوفوا العملية التاعي ها هي وين ضربنا في المرافق وين تحصلنا في الآخر تحصلنا على هذا القيمة يعني اللي هي F لإكس ناقص إيجراك صبناها شعال ناقص أربعة على على من؟ على جذر إكس مربع زائد أربعة إكس زائد اثنين أعفوا زائد إكس زائد اثنين أروح جملة إذنك تفهموا الفكرة قعدوا معي أبدا تعلموا إذا كان هذا موجب وهذا سالب ما نجموش نعرفه الإشارة تاع الفرق إنما نعاود نضرب في المرافق كما قبيلا نلحق لذي لما نلحق لذي يدرك هذي موجب لأنا رأي تحت الجذر وهذه أروحون أعرفوا إشارة كفر نجو لها هنا ناقص إكس زائد اثنين قلنا سالبة ضربها في ناقص أي إكس زائد اثنين موجب هاي لكم خلاص هاي صفحة موجب سما هذا ضرك بلوس وهذا بلوس وهذا مواء المواء من بلوس مواء هاي لكم ها الفرق التعي كيف أخرج ها أخرج ها أخرج الفرق التعي سالد أي سي آف يقع أسفل دالتا لما إكس آن عاودوا ذلك جماعة نديروا التقاطع شوفوا معايا مليح بصحة نحبكم تركزوا جيبوا هذا ذلك مننا أي إكس أكبر أو يساوينا ناقص ثنين أرواحوا إكس أكبر أو يساوينا ناقص ثنين هاي هايونا ناقص ثنين إكس أكبر أو يساوينا ناقص ثنين يعني إكس يروحك تقاطع مع مجموعة تعريف شعال يصبحنا أي إكس أكبر أو يساوينا صيفر هاي لكم هذا يروح من وهذا يروح من تقاطع هو من لهنا إذن نقول أي سي آف يقع أسفل دالتا لما إكس أكبر أو يساوينا صيفر هايونا نجاوب اشتوش على الوعر في نوع من الذكاء إذن لما نلقى المتراجحات هذا الصماء كيف هندير نبدأ نخدمها على شطرين إذا كان هذا موجب وهذا موجب ألا هيقع فوق لكن متى يقع فوق لازم هذا نكمل مع الحساب ونخرج له ونخرج له لأخر التاع ونخرج له المجال التاع وندره التقاطع مع جمعة التعريف الحالة الثانية إذا كان هذا هذا موجب وهذا سلب لا يمكن معرفة الإشارة كأنما نضربه في حالة عدم تعيين نضربه في المرافق ونعود نجي ونشوف هذا موجب وهذا كده ربناه تخلصنا من ناقص بنها موجب سلب على الموجب يعطينا سلب فإنه يقع أسفل مع احترام المجال اللي رانا فيه نقاطعوه مع مجموعة التعريف عشاء الله عشاء ما شاء الله رأكم فهمتوا إذن في الجهة من ناقل جهة الليمن يقع فوقه والجهة الليمن يقع تحت أشفع لي همليح أنا من بعد رح نحتاجها فرص بعدما أنهينا من هذا جينا الآن إلى رابعا خلاص نجو الآن إلى خامسا أدرس اتجاه تغيير الدلة دراسة اتجاه تغيير الدلة أولا بدنا الدرس اتجاه التغيير لازم نعرف إشارة المشتقة الدلة لازم نشتق الدلة قابلة للاشتقاق على الكثير راح يقول دي أف يجمع على دي أف راك حتى دي سيفر على المجال ليني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أربعة مفتوح ومن الصفر إلى غاية الزيد ما لا نهاية مفتوح على يا أستاذ لأن الدلة أولا لازم تكون قابلة الاشتقاق على مجالات التعليق ما دموش اتحاد ودي أف لا اذكر المجال التعليق كل واحد وحده وافصل حرف حرف و يكون اتحاد غالط هذه وحدة الأمر الثاني درسنا استعقابلية الاشتقاق عند من عند الصفر والربع وش قلنا الدلة ما تقبلش الاشتقاق مدام ما تقبلش الاشتقاق معنى كلمة اشتقاق لازم المجال عندها لازم يكون مفتوح سينوناك غالط مش تتعلم الفكرة صاح ودلة المشتقاق تصبح أن F يساوي ما هو مشتق واحد هو صفر ما هو مشتق X هو واحد زائد ما هو مشتق الدلة الجذرية مشتق الدلة الجذرية هو مشتق الذي بداخل الجذر عالم اثنان في الجذر ايش تقول الذي بداخل الجذر X مربع هو 2 X 4X هو 4 على 2 في الجذر اللي هو X مربع زائد 4X مشتق الدلة الجذرية هو مشتق الدخلان على 2 في الجذر خرجوا من 2 كي ينشعر واحد يختزل لهذه معادي لا يجوز لازم تخرج 2 عام مشترك من بعض اختزل لك عديره غالط عصروح صح الآن تبعوا لدي هنا بما نقف شو مشاكل نروح نوحد المقامات بهم كم الطريق هم بعد تشوف راح هدرو عليها كما هدرنا على الوضع هذه تخريب كيف كيف لما نوحد المقام صبح أن F فتح ل X يسوي أن جذر X مربع زائد 4X زائد X زائد 2 على الجذر X هو 4 زائد 4X عفوا عفوا X مربع أروح يجو لدي هنا ثانيا نقص على زوج حالات نقول 1 أو ألف إذا كان X زائد 2 مجب هذا مجمع أوتوماتيك مجب خلاص تحت الجذر دائما أن قضية مجب إذا كان مجب أدو هذا أي X كبير على 2 X كبير على 2 ركز هو نقاطعوه مع قابلية الاشتقاق التاعي مع قابلية الاشتقاق أرواه هاي لكم ها هو نقص 0 وهاي نقص 2 مجموعة التاعريف التاعي هاي ومن نقص 2 هذا رح يقول من نقص 2 ونطلع وراء تقاطع أي X أكبر تماما من الصفر على هذا رايحك وهذا رايحك أستاذ هنا ليا قلت X أكبر تماما أن الدل ماهيش قبل الاشتقاق عند الصفر ما زلنا في المشتق معنا المجال مفتوض صبح أن واش صبح أن ومن هو F فتح ل X مجب تماما على هذا مجب وهذا مجب ومن F فتح ل X مجب تماما أي الدل F متزايدة تماما على المجال من الصفر إلى غاية زيد ملاني شوفوا شوفوا والتمنية أنا قلت لكم هذا راح يعلمكم عدة أشياء شوفوا معاي هنا قلنا قابلة اشتقاق خلينا مفتوح كي جنا وأي الدالة F متزايدة تماما غلقت الدالة لما ندرسوها ندرسوها على مجال تعريف تاح مجال تعريف تاح هو من صفر زيد ملانية هذا يكون F أما F فتح F فتح ولا دي ما يدخلش الصفر الصحفي دي اتجاه تغير تغلق هنا تغلق دايما تغلق أما في الاشتقاق ما تغلقش لأنه ميش قبل الاشتقاق علاء أن الصفر يعدم هذا المقام مشتون فكرة كيف صح نجو الآن إلى بان الحالة بان إذا كان X زيد بثنين قيمة سالبة رجعوا ذا من أي X أقل أو يساوي نقص مع مجموعة التعريف الآن أروح نوري لكم ها هي أنا مجموعة التعريف من ناقص ربعة زيد من ناقص ما لن نهاية ناقص ربعة وهذا من ناقص ثنين للتحت هاي من ناقص لتحت وراه تقاطع هاي يا قدامكم أقول لي وراه تقاطع تقاطع من ناقص ما تمن من ناقص ربعة X أقل تمامrale من ناقص ربعة لإن نشوف يز wol in ما زلنا في المشتاقة خلاص صباحنا العبارة التاعي هذه بلوس وهذه موا لا يمكنوا معرفة الإشارة بما أن لا يمكنوا معرفة الإشارة بكموا السيك مغيم بالعقل وتبعوا هذا بلوس الدوزيان موا لا يمكن نضرب في المرافق لما نضربه في المرافق نتحصله على هذه الكتب صباح لي أفتح عليه إكس يساوي أضربه هذه في المرافق التاع وشوفوا اشتراحي يصرنها هذه شوفوا نضربه في المرافق التاح المرافق التاح اللي هو جذر إكس مربع زيد أربعة إكس ناقص إكس زيد ثنين المقامة التحت صباحنا جذر إكس مربع زيد ربعة إكس ناقص إكس زيد ثنين هكذا شوفوا معي صباحنا هكذا الكتب لما آم آ زيد بي في آ ناقص بي يعطينا آ مربع ناقص بي مربع لما نكملوا كامل الحساب راه يروح كلش ما يبقى وله تبقى لي ذي الكتباء تبقى لي ناقص 4 يعني بعد الحساب على جذر x مربع زائد 4x الكل في جذر x مربع زائد 4x ناقص x زائد 2 ها واش نلقى هذه لما تتنشر تتلقىها هذا موجب لأنها تحت الجذر هذا كيف كيف موجب هذا الكثير راه يقول يا أستاذ راح سالب انتها يبلك سالب وأصرح موجب على x زائد 2 سالب اضربوا في ناقص سبح لي هاك شفتوا كيف سما هذا ذرك إشارته كذلك موجب الرئيارية متعة موجب موجب هذا كي نضربوا في الناقص بيصبح كمكتوب كماذا سبح موجب السالب على الموجب قيمة سالبة تماما قيمة كيف هي سالبة تماما نقول خلاص هنكملنا الآن شفتوا كيف هني قلت لكم بالليل فكرة تمرين هذا تمرين يخليك تناجع كل شيء نقول و و ومنه الدال اف متناقصة تماما على المجال اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أربعة مغلق لأننا ننسينا لو حبسنا مع المشتقى عاود نرجعنا لكلمة الدال والدال نتحدث مع مجال التعريف التاح ماشي مجال قابلية الإش تيقق في قابلة الاشتقق لما نكون في المشتق راحتوا معي شتيان التمرين كيف أشتغير واش رايكم لي نحب يدي نقطة كاملة يعاود هذا الخدماء وحده اكتبعتها عاودها وين تتلفلك عاود ركز إذن في الأول طحنا في عبارة إلا كانت هذه بليس وهذه بليس وهذه بليس المشتقى مشبدلة لمزيدة لكن نحترم الشيء اللي حطيته مع مجموعة التعريف التاعي والدوزام إذا كان هذا موجب وهذا سلب لا يمكن المعرفة إنما نكمل ونضربه في المرافق نطيحه في ذا العبارة هذا موجب وهذا موجب وهذا نضربه في ناقص بحنا موجب 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 سلب تعطيني سلب دلمت ناقصها مع احترام مجموعة قابلية الاشتقاق مجالي قابل الاشتقاق في هذا الجهة هو من ناقص ملانيها ناقص أربعة ومنه الدلت تاي صباح ذي وبعده كين أقلي جدول التغيرات جدول التغيرات وشنو وجدول التغيرات هو ملخص الأعمال التي قمنا بها سالفا اكس ناقص ملانيها ناقص أربعة من صفر الزائد ملانيها هذا يقعد كمارة أن الدلت مايش معرفة عنده أفتح لأيكس وش قلنا من ناقص ملانيها ناقص ربعة عندنا متناقصة ومن صفر زي المهم الزائدة أما هذا الكل دلما هي لمعرفة عنده ومنما يش حتى قبل الاشتقاء كامل هاي وهنا تجينا أف لأيكس شوفوا هذا ماهبط وماهبط ماهبط ركزوا معي التعلم هاي كولوارد دلما يش معرفة عنده وقع مايقاب لا اشتقاء مايمعرفها خلاص هنا يلقينا ناقص واحد حسبناها هنا يروح نحسبه صورة ناقص ربعة صيفر ناقص ربعة زي واحد صورة صيفر واحد وهنا هنا ناقص ما لا نهاية وهنا يلقينا عفوا 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 سمحوا لي بلاك شواني متحمس كثير سمحوا لي صح ولا سمحوا لي هنا واحد وهنا زيد ما لاني هي راي زيد واني هافطة هاي متحمس هذه فيما يخص جدول التغييرات أجمعها هذه الكولوار لأن الدلة ماهيش نعرفها عنده نتابع جيدا نجو الآن إلى السؤال السادس أرسم دلتا ثم سي أف صح أرسم دلتا ثم سي أف دلتا كما تعرفو الجمعة ها وينا نرسمه بالجدول المساعد عاوضوا هنا بالصفر نسيبه ثلاثة عاوضوا هنا بنقص واحد ستكون عاوض كما نحب نقص ثنين في نقص واحد نقص ثنين زيد ثلاثة تعطينا واحد نجو الآن نرسم المستقيم التاعي إذن صفر مع ثلاثة ونقص واحد مع واحد هنا ونربط بينهما ها عاو كيفاش ها هو هنا المستقيم التاعي اللي يسموه دلتا هذا دلتا نجو الآن عندنا كذلك مستقيم مقارب آخر لهو عندنا نقص ما لا نهاية قيناها ذو المعادلة إجراج يسونا نقص واحد ها هو إجراج يسونا نقص واحد عندنا نقص ما لا نهاية هذه إجراج يسونا نقص واحد وهذاك هو دلتا أنجو الآن نرسم معادي ما لا تحتاج يعني ذكاء كبير المعلم لازم يكون صحيح كما راكم تشوفوا ونبدأ هذه OEG صورة الناقص ربعة هي نقص لاثة نقص واحد نقص نين نقص لاثة نقص ربعة معا من نقص واحد نقص نين نقص لاثة جينا هنا هاي لكم هذا النقطة دوزيام صفر معنا مع الواحد صفر مع الواحد دهنو خلاص شوفوا معي عند الناقص ما لنها يكون بالقرب من نقص واحد هال هو Y يسوي نقص واحد ها شوفوا يجينا مع الناقص واحد ويهبط لهذا النقطة ها المستقيم مقالب التاعي هاكذا المنحنة التاعي هاي جي ها ها جي معا نقص واحد ويهبط لهذا النقطة اللي هي نقطة التوقف رح يهبس عندها ها هاي لكم الجزء الثاني يقلع من واحد ويروح الوش هنا يقولنا ما يجي معا مستقيم شي دلطة Y يسوي نقص واحد وعندنا هذا قلنا عن مرة اللح سيتو رح عند الزايد ما لنهاية سما يجي ويروح لمن مايروح لزايد مانا يروح للدالطة لأن قلنا يا الولاد باللي دالطة هو مستقيم مقارب لسئة عند زايد مانا نهاية ذكر وهم لي عند زايد مانا نهاية ما معنى معنى يروح للدالطة يروح هك شوفوا الولاد كي يروح هذا هو منح ننتح مانا شي يجي لي هك 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 ومن نها ويروح للدالطة وقلنا باللي الدالة لما تخبر شي يقوم منح نهاية يقبل نصف ما مس واحد يجي مع عمودي هنا نص يجي دير هك واحد آخر ثاني يجي هنا دير هك نص متجه الأعلى وهذا متجه الأسفل هك خاطر يصبنا هنا قسمنا نهاية وما قلش نرسمهم سح ننوضح لكم فيهم ونسميه كما سمى هو CF هذه هي المنح ننتعي بطريقة بسيطة بعدها نجو الآن إلى السؤال الأخير قال لناقش بيانين حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول المعادلة اللي هي F لإكس تسوين ثنين الآن زيد واحد حاجة بسيطة أول ما طابعت هذه المناقشة هذه مناقشة أفقية وعليها أستاذ ما كش كدير هكذا ما كش قع إكس غير تسيب الجهة هذه منا فيها قيمة ثير تعرف باللي باللي لعندي مناقشة كيف ها دير تمشي هكذا هكذا تمشي هكذا هاي ما صار بتاعي شوف كين هنا حل 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 حتى هنا ومن بعد من حتى هنا مكش حول ومن بعد من ورجع هكذا حل حل شوفوا معي الحل التاعي من الحل التاعي ديروا إسقاط جهة محور الفواصل سالب سالب دائما إسقاط جهة محور الفواصل سالب ومن موجب موجب الإسقاط دائما لمحور الفواصل خلاص أروح تشوجه لديك النقش أولا المناقش إذن أولا نقول الحلول البيانية للمعادلة فواصل أفلي إكس يسوين ثنين أم زيد واحد هي فواصل نقط تقاطع سي أف مع المستقيم ذو المعادلة ذي كلام دائما نقوله إيجراج يسوين ثنين أم زيد واحد تنحو كلمة أفلي إكس وجي إيجراج نبدأ المسترات تاعيها يقدامكم أحد تحرك ها صاح حلوك المسترات هنا كين تقاطع كاش وهنا مكاش حتى لوين حتى لو ما تصل لهذا القيمة هذا القيمة شعال هي ما قصد الحالة اللولة كيف نحن ناقش يعني كيف نكتب لبلو هاك إثنان آم زائد واحد أقل تماما من ناقص ثلاثة يعني المسترات تاعي كانت تمشي حتى ما وصلش لحق قريب اللهنة كامل من جات من ناقص من ناقص حتى اللهنة ننقل هذا من صبح لي ثنين آم أقل من ناقص ربعة نقسم من على ثنين ومن على ثنين صبح لي آم صغير على من على ناقص ثنين آم صغير على من على ناقص ثنين في ذا الحالة لا يوجد حلول على ها أستاذ ما كاش حلولها حكمنا ما حكمنا أول صح نجو الآن إلى الحالة الدوزية حبكم مغير تركز وغير شو ما فهمتوها هذه واحد ثانيا المصطر هتقلع منذ المكان حتى لهذا المكان شعر كين من تقاطع هنا كين واحد هنا واحد هنا واحد هنا حتى الهن ثنين آم زايد واحد محصورة بين ناقص ثلاثة وناقص واحد النقص واحد نخلوه ركزوا معي النقص واحد نخلوه مفتوح علىه أن في ذا الجهة مستحيل يوصلي هذا مستقيم مقارب أصلا مستقيم مقارب يعني مستحيل يوصلي منه المصطر التعي تقدر توصل للناقص ثلاثة بالصحة هنا بات توصلي هجمع ركز تصلي في ميلان نهي وميلان نهي موش عدد منتهي صح نوضيف منه واحد ناقص واحد ومنه ناقص واحد ومنه على اثنين على اثنين ناقص واحد ناقص هاي قيم آم ومنه نخليها هكذا كما رك نشوف الناقص لا سنخليه مغلق ونقص واحد سنخليه مفتوح على لأنه قلت لكم مستحيل منحن التعي وصلي هذا العدد يوصلي في ميلان نهاية للمعادلة حلا وحيدا سالبا تماما على هاسته سالبا تماما أن هاوليكم يطيح في الجهة السالبة الآن نجو من ذا البلاسة حتى ذا البلاسة ثالثا اثنين آم زايد واحد محصورة بين من بين الناقص واحد والواحد الواحد توصلي معادي نزيد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد منا نزيد هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد سبح لي ثنين آم أقل منا من صيفر ومنا من ناقص ثنين نقسم هكذا 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 سبح لي آم منا صيفر ومنا ناقص عفو ناقص واحد شيخ منع له أن قيمة هذه ما نوصلوش لها لا يوجد حلول للمعادلة رابعا منع ونطلع سما 2 آن زايد واحد كبيرة أو توسع ونشعاد كبيرة حتى لهنا قدره نعم كبيرة أو تساوينا واحد هكذا صباح لي 2 آم كبير على صفر آم كبير أو يساوي مع ليش صفر هكذا يعني منع ونطلع هذا نده من يروح تولي ناقص واحد مع واحد تولي ناقص مع اثنين للمعادلة حلا وحيدا موجبا نقدر نزيد معامل معدوم لأن هنا المعدوم ها هو هناك يطيح الله هنا يطيح لها قلت موجبا يعني موجبا المعدوم يدخل لبعه تقول موجب معناه حتى المعدوم ورا معهم وإلا نقدر نحب بس ندير هاكذا شوفوا لاذي كان ندير ندير هاك وندير هنا اثنين ام زايد واحد يساوي لنا واحد اي ام يساوي لنا صفر للمعادلة حلا معدوما وانا فصلت وينتا يدخل المسطرة محطوطة هنا حل معدوم ونبعد وراها ندير كما هكذا نجي للحالة اللي وراها نخلصهم كامل خامسا اثنين ام زايد واحد اكبر تماما من واحد معناه ام كبير من صفر انها لك تجيبوه منه صباح واحد نقص واحد صفر ونقسمو على اثنين تقولي ام كبير على الصفر ها اقسمو وشوف ها يولي للمعادلة حلا وحيدا موجبا تماما هاي لكم التمرين خلانا تعلمنا عدة اشياء رائعة من نتعلمنا كامل صورة حملاح خاصة المتراجحة تسمى ونحبكم تعودوهم ومن المناقشة البيانية لما يعطينا العبارة كما هذ النوع شا تديروا فهمتوه اضرب النهار يومين عاودوا وحدك بهزيد تتعلم هذه الاشياء لتعلم تمرين كماذا ما زيدوش نخافو عليه في الدولة الجيرية ولا الصماء وعلى لانا رأتعلم اصعب الافكار خاصة المتبينات ولا المترجحات الصماء لا تنسونا بالدعاء لانا بيستحولها فيو الترح مع الوحمد طهيرة مع تحية الاستاذ نوردين حبكم والمتعريكم يلي كملتوه وفهمتوه ولا طموحين تفكروا أنكم تعودوا سلام اشتركوا في القناة